إنه المنصات الموجودة حالياً عبر التلفزيون ممكن تستوعب جمهور السينيما وبالتالي لا داعي لعدد كبير من دور العرض أقولك الرد على ده أولاً المنصات مش عندي كل الناس وخاصة عند مجمل الجمهور اللي في الريف مش عندي كل الناس ثانياً المنصة تلفزيون ومش كل ناس عندها 90 بوصة والحاجات دي الناس كلها عندها تلفزينات صغيرة مش هي نفس المشاهدة ثالثاً وده الأهم بقى إن المنصة هي اللي بتوجه لك الموضوع يعني هي اللي فرضى أنت يعني أنت ضيف عندها بينما أن أنت بتبقى أنت وانت رايح السينما أنت فيه قرار خدته فيه اختيار فيه ديمقراطية فعلاً أنت اخترت فيلم ورحت له والتركيز اللي بتشوف به العمل في قاعة مظلمة والقاعة المكان الوحيد المنور هو السينما بتطلع بتأثير لا علاقة له بتأثير التلفزيون اللي ممكن يجي لك تلفون تقوم تروح مش عارف إيه ملوش علاقة يعني دي حاجة ودي حاجة السعودية لما بدلوقتي اكتشفت أن هي حتى تأخرت على موضوع السينما فبدأت عمل ثورة كاملة أهم حاجة قاله نعمل دور عرض السينماي إحنا عندنا أولاً دور عرضة قفلت نتيجة طبعاً ظروف اللي أنا حكيت عنها دي ثانياً عندنا يعني الدولة دلوقتي بتعمل مشروع عظيم اللي هو حياة كريمة أنا قلت ساعتها وكتبت ده أنه بنفس أهمية المستشفى والصرف الصحي والمدرسة والمعهد التعليمي لا بد أن يكون هناك سينما ومصرح مركز ثقافي صغير جداً مركز ثقافي صغير جداً المصرح ممكن يبقى سينما والسينما تبقى مصرح ويبقى قاعة موسيقى وقاعة مكتبة وأكتر من حاجة في كل قرية تخيلي أن هذا الجو في قرية أنا في مرة عملت حاجة غريبة جداً كان فرح بنت عمي فجاي في دماغي أن أنا أعمل العرض سينماي خدت كاميرا قلت عرض 16 ملي وخدت معي الراجل بتاع العرض وأخذنا فيلم أعتقد كان فيلم العادة الإمام وفيلم تاني لعب حليم حافظ فيلم ألوان وفيلم أبيدوسي وعملت العرض في الشارع إلغاية هذه اللحظة الكلام ده من حوالي أكتر من 20 سنة إلغاية هذه اللحظة القرية لا تنسى هذا اليوم فكرين وقفوا في الشارع وعملوا مستوات للفرجة وكان طريقة مشاهدة دكتورة دوري أنا عمري منساها عارفة الأمريكان عندهم طريقة مش عندنا التفاعل مع الفيلم وكلام مع الناس وتسئيف يعني حالة من التفاعل الفيلم حالة من البهجة كمان والبهجة مش ممكن وفرح فده مش ممكن يتعامل مع التلفزيون التلفزيون حالة يعني ذاتية قوي ومقصودة قوي وبتدخل فيها ناس كتير إنما الفيلم أنت بتعمل عمل يونت على بعض ووحدة متوجهة فده مش دفاع عن السينما لكن دفاع عن كل أنواع الثقافة اللي هي اختيارية اللي بتخلق حالة في جوة الوطن بتخلي الدنيا كلها تختلف يعني حتى دخول السينما بالنسبة للجمهور العام هي حالة برضو طبع مصر مليانة أماكن نقدر ناخدها نعمل فيها سينماة القاهرة يا دكتورة في محافظات كاملة فيهش درعر دوعة محافظات كاملة أنا منصورة كان فيها كتير ما عادش فيها غير سينما لم يعود فيها المحلة ما فيهش ولا سينما المينيا المينيا سهاج انت الصعيدة كنت تتفاجئي بمستوى الوحي اللي موجود في الصعيد الولاد كانوا بيقولولي كنا منروح وناخد قسرتنا ونروح نتفرج على السينما يعني وانحن نصنا على السينما الآن لابد من طبع إعادة بناء دور العرض السينما طبع هي الدايرة أصلاها دايرة إيه إنتاج وتوزيع ودور عرض فالإنتاج والتوزيع الدولة صعب تدخل فيها إنما تقدر تدخل في دور العرض بتقديم تسهلات بإعفاءات ضربية بتشجيع الصناعة ديت لو إنه لأنه في ناس يقولك طبعا عندنا حتى الدور العرض اللي موجودة دي مش مليانة أصلا لأن الصناعة لازم أن تخترق من جانب يعني لو إنك عندك 3000 درع عرض مثلا الفيلم عندنا اللي بينجح بتعرض في 30 درع عرض يقولك ده مكسر الدنيا تخيال الفيلم ده لو بتعرض في 300 درع عرض أول عرض فأنت بتعمله 300 أسبوع في أسبوع فمعنى كده إيه؟ إن أولا المنتج هيكسب الفيلم ميزانيته هتكبر لأنه مدام بيكسب حيقدر يعمل أكتر ويكبر ميزانية وعدد الأفلام هيتزايد فعدد الأفلام هيتزايد فهتخترق دايا والاهتمام بالفن السينمائي لأنه طبعا يعني الشعب نفسه في أي دولة في الدنيا لابد أن يكون عنده توجهات فنية وأنه في ناس متخصصة في فن السينما الآخرين في المسرح وفي غيره يعني هنرجع بقى للريادة بقى بمعناها مش بمعناها الهليودي كمان بمعناها القوي أنت هتبقى عندك أفلام بتتعمل بميزانات كبرى بنجوم بتشتغل بشكل دائم بأجيال جديدة من النجوم بتطلع بميزانية مختلفة احنا بنعمل الفيلم أنا مش عايز يقولك أنا آخر فيلم عامله بكام يعني بهزار يعني أرقام هزار بره أول ما تعمل الحكاية دي أرقام الميزانات هترتفع مستوى الانتاج هرتفع احنا كنا زمان بنعمل تسعين فيلم بنعتبره عدد فضيع دلوقتي بنعمل شكرا من خمستاشر فيلم فهنزيل نرجع لمتين وتلتميت فيلم أما نلاقي جنبنا بلد زي نرجيريا بقى حاجة بقت اسمها بوليوت نرجيريا بقت نمر واحد في أفريقيا حاليا بتعمل ألفين فيلم في السنة كوريا الجنوبية اه يعني ما بنقول كلام دعيب يا جماعة لا أنا عايز أقولك أنا كنت في المغرب لسه جاي من المغرب من فترة عاملين مشروع لدعم السينما دعم السينما الشباب وبيدوا دعم تقريبا لكل سنة دلوقتي وصلوا 35 أو 40 فيلم أفلام طبعا منها كتير متميز عاملين موضوع حق الأداء العلني ده كمان عايز يعني عايز فقرة لوحده متكلم فيه لأنه أنا مرة سمعت سيد الرئيس بتكلم على دعم الفنانين وطبعا ده كان شيء عظيم من سياتهم يفكر في الفكرة ديت لكن ساعتا أنا قلت دعم الفنانين ممكن جدا يحصل بالموضوع لداء العلني إحنا عندنا لداء العلني لا يعطى إلا عبر جمعية فرنسية وبيعطى فقط للملحن والمؤلف إحنا لو لو إنا عملنا للسيناريست وللمخرج ولمؤنس الديكور وده حقهم وموجود في المغرب على فكرة مش في بلاد ده ده معناه أنه ممكن يعيش طول عمره على الكام فيلم اللي عملهم لأنه كل ما يتزاع الفيلم أنت بتاخد حق أداء عالم فيبقى حتى شلنا من عالدولة هم وانقس الجمعية دي تبقى جمعية مصرية بدل ما تبقى جمعية بارسية كل شوية نحايا المعامين عشان يجمعون لهم فلوسنا وحقوقنا فاللي عايز أقوله أن الحلول سهلة وما فيهاش حمل كبير على الدولة الصناعة دي لما الدولة تعفيها وتساعدها وتشجعها هي نفسها حتجيب عملة صعبة أكتر بكتير جدا من حجم الإعفاءات اللي ممكن تاخدها فده بشكل أهم والنتج عنها ليس مديا فقط ولكن أيضا أهم حاجة يعني لا بس أنا بقول عشان الدولة ما تترددشي يعني أن احنا يعني ظروفنا وبالضغوط لا أنا بقول أن دي مديا مهمة يعني حتجيب لأن دي صناعة تصديرية ما في الماء ترجمة نانسي قنقر